اشتركوا في القناة والتبركات لجلالته بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله فرعا لمقاليد الحكم سائلنا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على جلالته بمفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بالخير والازدهار والنماء واشهدوا بما حققته المملكة تحت قيادة جلالته الرشيدة من إنجازات شاملة ورائدة في كافة المجلة وما تحظى به من مكانة مرموقة وتقدير بين الأمم والشعوب بفضل نهج جلالته الحكيم وقد بادل جلالة الملك المفدى رئيسي مجلسي الشورى والنواب ونائبي رئيسين التهنئة بهذه الذكرى المجيدة شاكرا لهم تهانيهم ومشاعرهم النبيلة وعرب جلالته عن شكره وتقديره لرئيسي مجلسي الشورى والنواب على جهودهم المخلصة في خدمة الوطن والمواطن مؤكدا اعتزازه وتقديره للدور المحوري للسلطة التشريعية في الارتقاء بأفاق العمل الوطني وتعزيز المسيرة الديمقراطية والدفاع عن المصالح العليا للوطن والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين وأنوها رعاه الله بالتعاون المثمر والبناء بين السلطتين لتستمر مسيرة الوطن المباركة نحو المزيد من التطور والرقي مشيدا بجهود أهل البحرين الطيبة وتفاني الكفاءات الوطنية في البذل والعطاء في خدمة وطنهم وحماية مكتسباته اشتركوا في القناة